السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأجزاء في هذا المقطع الجديد الذي يتعلق بأنشطة الاستثمار الخاص بكتاب مرشدي في اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم الابتداء الصحة 157 أولا ألاحظ وأكتشف جرى المركب فوق الماء دعا الفلاح الله أن ينزل المطر خشي الفلاح أن تتأخر الغيمة نعم لاحظ هنا يقل لك ألاحظ الحرف الأخير في كل فعل جرى هذه ألف مقصورة دعا ألف ممدودة خشية هنا اليأ إذن الحرف الأخير هو الألف الحرف الأخير هو الألف الحرف الأخير هو اليأ نعم وهذا الفعل يتسمى بالفعل الناقص هذا فعل معتل ناقص يعني الفعل ينتهي بهذه الحروف هذا يسميه فعل ناقص هو فعل معتل لأنه هذه حروف العل نعم ننتقل الآن ألاحظ وأكتشف يحمل الجبل على ظهره الثلج والغابة أغرص البذور في الحقل تحمل الغيمة الخير للفلاح إذن هذه كلها أفعال مضارعة نعم الجمل السابقة مبدوء بأفعال أبيز زمن حدوثي كل فعل هل قبل الآن أو الآن نعم هذه الأفعال كلها تقع الآن طفقنا ثم هنا تطبيقات كتابية مطلوب مني أكمل كل فعل بما يناسبه مما يأتي بألف ممدودة أو ألف مقصورة أو بي سعى باش نقدرون نملؤك نحول هذا الفعل المضارع سعى يسعى إذن يسعى انتهت بي إذن هنا كنكتب ألف مقصورة يسعى نسيا ينسي أو ينسى إذن هنا أيضا ألف مقصورة نسيا عدا يعدو إذن هنا ألف ممدودة دنا يدنو هنا ألف ممدودة قضى يقضي إذن هنا ليأه هنا رضى رضية يرضى إذن رضية هنا أكمل لأكونا جملة أنتظروا أبي مثلا ندروا مساء يعمل أخي طبيبا مثلا تسير الحافلة مثلا بسرعة واضح الآن تقلص صفحة المولية صفحة 158 الخاصة بالمكون دي الإملاء التطبيقات الكتابية ألاحظ وأكتشف قال الجبل للغيمة أنا لست في غنى عنك يحمل الراعي في يده عصا هنا الغنى غنى هذا العصى عصى هذا تسمى تنوين الأسماء المنقوصة ما معنى التنوين يعني كنزول الألف ولم وكندير التنوين هو التنوين إما بالفتح أو بالضم أو بالكثرة طبقنا إذن ننتقل للتطبيقات الكتابية ونطبق ما قلناه إذن هنا الهدى هدى الندى ندى الفتى فتى الرضى رضا نعم هنا دمى دمان الحصى حصان المقهى مقهن ثم الآن أكتب الكلمات بين القوسين وأضبطها بالشكل إذن أسكن في مبنى قرب النهر وقعت حصان في كأس الماء هذه دمى مبللة بماء المطر أمسك أخي عصان ليصلح المرمى ترجمة نانسي قنقر